النهاردة حنكمل الملف ده انه ازاي تهتم بنفسك وازاي تحسن الى نفسك الاحسان الى النفس اولا وازاي بناء الشخصية اللي بناها سيدنا النبي اللهم صلي عليه وكان فيه مصطلح انا قلت لحضراتكم من زمان يا رب ما تكونش ونستوه بنقول النبي اللهم صلي عليه السساء الساجد قبل المساجد النبي قبل ما يبني المساجد بنا الناس اللي هتخش المساجد عشان كده حبيت يكون عنوان حلقتنا اللي هيظهر امامكم دلوقتي على الشاشة يا حضرات جزء من اية كريمة الله وكان يأمر اهله بالصلاة والزكاة مين ده سيدنا اسماعيل سيدنا اسماعيل عليها الصلاة والسلام ايه موضوع وكان يأمر اهله بالصلاة والزكاة دي في سورة مريم في سورة مريم القرآن نكلمنا بدأ الحديث في سورة مريم عن سيدنا زكريا ذكر رحمة ربك عبده زكريا والمعجزة اللي حصلت لزكريا وان ربنا وهب سيدنا زكريا ربنا وهب له يحيا وده اول شهيد يحيا اصلا فعل مضارع حيا يحيا في الاستمرارية يحيا يأكل يشرب يزاكر فعل مضارع تعرفين ان فعل مضارع بيبدأ بحرف من اربعة اللي هي انايتو ا اكتب ن نكتب ي يكتب ت تكتب اي فعل مضارع هتلقي هتلقي بحرف من دول انايتو في الكلمة دي انايتو الالف والنون والي والت مفيش فعل مضارع مفيش فعل مضارع مش هيبدأ الا اللازم حرف من الاربعة دول يا حضرات مدنا بنعلم ولادنا على الماشي كده وإحنا ماشيين ف في سورة مريم بدأ الحديث ذكر ورحمة ربك عبده زكريا الحديث عن زكريا اول السورة زكريا حصلت معا معجزة امرأته عاقر وهو بلغ من الكبار عتيا وطلب من ربنا ولي ولي قال له فهب لي من لدنك وليا يارث العلم والحكمة وياخد باله من بني اسرائيل ويدعو الناس اليك يا رب هو دا كان هدف زكريا مش يارثني هيرث خمس فيلال عندي وثلاث اربع شليهات ومزرعتين وكم مصنع لا 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 ارث العلم والحكمة فربنا قال له ان انا بشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميه من قبل سميه اول يحيى تسمى في التاريخ ما كانش فيه يحيى قبله هو اول يحيى وما سميه يحيى إلا يحيى قصة عظيمة جدا بتعسلنا زكريا وحنانا من لدن وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن خد بالك شوف يتكلم عن مين عن يحيى لم نجعل له من قبل سميه ويحيى ده ربنا سلم عليه قال وسلام عليه ربنا اللي بيسلم يوم مولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا الله اكبر ايه الجمال ده وحنانا من لدن وزكاة حاجة كده حاجة كده متزكي قوي يعني الزكاة التزكية التزكية خدوا بالكم من اللقاطات اللي حنمر بيها في صورة مريم عشان تعرفوا ايه سر اختيار عنوان الحلقة كده وازاي سيدنا اسمائيل كان يأمر اهلاه بالصلاة والزكاة شوف فبقول لحضاتك الاول احنا كده وقفنا عن سيدنا زكريا وسيدنا يحيى ويحيى ده حاجة عظيمة قوي مزكة مطهر شوف ازاي يعني منتهى الادب السمو الاخلاقي ولما القرآن لما ربنا هو اللي بيستلم عليه يعني خلاص موضوع بالنسبة لنا وحضرتك ليس بعد كلام الله كلام فرامنا يقول وسلام عليه على يحيى يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حية والله عظيم وسيدنا يحيى وسيدنا زكريا طيب بعد القصة جات واذكر في الكتاب مريم بعديها قدام شوية واذكر في الكتاب إبراهيم واذكر في الكتاب ربنا بقى كلمنا عن الأنبياء بقى واذكر في الكتاب إسماعيل وكلمنا عن موسى وهارون واذكر في الكتاب إدريس وكلمنا عن الأنبياء في سورة مريم يبقى بعد زكريا ويحيى هو ختم القصة بتاعة زكريا ويحيى إنه يحيى ده المزكة المطهر اللي على خلق ودين وعلم وأدب وتربية وتزكية وسلم عليه وسلام عليه يوم ورد ويوم يموت ويوم يبعث حية بعد كده ده خلينا في قصة واذكر في الكتاب مريم اللي هجب لنا المسيح اللي بيقول بقى في آخر قصته بقى المسيح لما قال قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة أنا قلت لك في يحيى ألوى حنانا من لدنة وزكاة زكاة ده في يحيى قصة يحيى وهنا مع المسيح إيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بيقول وأوصاني بالصلاة والزكاة المتزكاة برضو ماشي جد ترجمة نانسي قنقر